للحديث عن الموضوع تنضمننا عبر الأقمار الصناعية النائبة الإيزيديا فيان دخيل عضو في مجلس النواب العراقي من أربيل معنا مباشرة سيدة فيان تابعتي معنا التقرير تقرير مفادة أقبال الآن جنان موسى أظهر بأن عملية سبيل إيزيديات من قبل داعش لم تكن عبثية أو فردية إنما كانت نهج رسمي متبع من قبل التنظيم حضرتك إيزيديا وكمتابعة أيضا لهذا الموضوع هل توصلت في بحثك لنفس الخلاصة التي ذكرتها جنان قبل قليل؟ شكرا جزيلا لكم ولمشاهديكم الكرام حقيقة واحدة من أهم الأمور التي طلعنا عليها لحد الآن نشكر الصحفية المثابرة جنان موسى على هذا العمل وقناتكم على كشف هذه الحقائق نحن كنا على اطلاع ولكن لم نكن نمتلك لحد الآن وثائق رسمية مثل ما تم عرضها الآن عبر برنامجكم هذا أو عبر هذه الوثاقة التي عرضت الآن نعم كنا نعلم أن الدولة الإسلامية أو داعش تنتهج منهجية رسمية كدولة مثل ما تسمي نفسها ومؤسساتها كلها تعمل بهذه المنهجية ولكن الآن هذه الوثيقة أو الوثائق التي لديكم تثبت بما لا يحمل أي شك أنه كل من كان مع تنظيم داعش كان له يد في مسألة سبيع الإيزيديات يعني هناك الكلام الكثير اللي يقال أنه من انتم إلى داعش أو من قام بسبيع النساء أو من أعطى أو أصدر أوامر بسبيع النساء هم المجرمين الذين يجب أن يحاسبوا عبر القضاء ولكن بعد هذه الوثائق المؤكدة نصل إلى نتيجة أنه ليس فقط الأمراء وليس فقط من كانوا مقاتلين لدى داعش لا المؤسسات التي كانت تحت سيطرة داعش كل من عمل في هذه المؤسسات فهو مسؤول لأن هذه الوثائق كانت منتشرة في كل مؤسسات ما تسمم بالدولة الإسلامية كما ذكر التقرير كل الأطباء والممرضين عندما تأتيهم ورقة ومكتوب عليها عدد السبايا إذن هو يعرف أنه أي شخص يراجع هذه الدوائر إذا كان لديه سبايا أو لا حقيقة يعني هذه مسألة مهمة جدا جدا يمكن اعتماد عليها حتى في القضاء هنا في العراق من أجل بسط السيطرة والقبض على المجرمين اللي كانوا مشاركين لدى داعش يعني احنا دائما نقول ليس فقط من قام بعملية السبي بشكل فعلي لا هناك من ساعد ولكن لم نمتلك الوثائق الحقيقية التي تثبت من هم الذين يساعدون الآن لدينا الكثير من الدواعش اللي نحن نشك بانتماءهم ولكن ليس لدينا عمليا وثيقة تدينهم هذه الوثائق تدين هؤلاء الأشخاص الذين عملوا في الدوائر التابعة إلى ما تسمى بالدورة الإسلامية طيب هل ممكن أن نذكر سيدة فيان المشاهدين بحجم مأساة الإيزيديين الإيزيديات خاصة عدد ربما الذين هجروا من منازلهم عدد من قتلوا من قبل داعش عدد الإيزيديات سيدات اللي سبينة أو تم سبيهنة من قبل داعش عزيزتي بداية الكارثة التي حلت بالإيزيديين كان عدد المختطفين من قبل داعش ستة آلاف وسبعمية وتسعين شخص بين نساء وأطفال ورجال طبعا الرجال تم تصفيتهم اللي بقى كانوا المخطوفين عدد الذين استطعنا إرجاعهم إما بالشراء أو هربوا أو عن طريق وسطاءهم 3450 أي ما يزيد عن 3000 مختطفة سبية وأطفال لا يزالون تحت قبضة داعش عدى طبعا 42 مقبرة جماعية تم العثور عليها في سنجار خلال الفترة الأخيرة تحوي على رفات أطفال ونساء كبار بالسن وما يقارب 12 ألف شخص وقع ضحية القتل والذبح من قبل تنظيم داعش طبعا ولدينا 420 ألف إنسان مشرت ونازح ولا يزال منذ ثلاثة أعوام ونصف أكثر من ثلاثة أعوام ونصف يعيشون في مخيمات النزوح في إقليم كردستان هذه حال الإزيدين ولكن لحد الآن للأسف الحكومة العراقية لم تتخذ خطوة عملية من أجل القبض على هؤلاء المجرمين أنا ممتنة جدا لكم وسنستخدم هذه الوثائق التي تم عرضها طبعا بعد إذنكم في إيصالها إلى الحكومة العراقية والجهات المختصة لكي تقوم بمتابعة المجرمين الذين كان لهم يد في حماية المجرمين اللي قاموا بسبب السر سننصل هذا الموضوع لجينان ربما جينان إذا بإمكانها التواصل معك بشكل مباشر حتى لإيجاد ربما آلية لإيصال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية كما ذكرت في التقرير أيضا تحدثت زميلة جينان موسى أن داعش دفع خمسين دولار مكافأة مالية شهرية للمقاتل الواحد مقابل كل سيدة إيزيدية أخذها كسبية وخمسة وثلاثين دولار مقابل كل طفل من أطفال السبايا يعني هذه المعلومة هذه التفصيلة بالتحديد هل سمعتها من قبل؟ حقيقة نعم نحن كان لدينا هذه المعلومات من النساء الإيزيدية التي تم تحريرهم من قبضة داعش كما قلت لك إما عن طريق الشراء أو عن طريق الهروب ولكن كانوا مقاتلين داعش يبيعون النساء الإيزيديات من بمالغ كبيرة يعني كانت تصل إلى الإمرأة ربما أربعة آلاف إلى خمسة آلاف والطفل إلى ثلاثة آلاف دولار يعني هم كانوا يشترون بخمسين دولار ويبيعونهم لنا بأربعة آلاف وخمسة آلاف دولار أو ما نستطيع أن نسميه هي التجار بالبشر هؤلاء الأطفال الذين يتحدثون عنهم هم ليس أغلبهم هم يعني من النساء نتيجة للسبب بل هم أطفال هؤلاء النساء اللي تم اختطافهم مع أمهاتهم يعني كانت أم تذهب يختطفونها مع ثلاثة أو أربعة من أطفالها فالمقاتل الداعشي الإرهابي يأخذ خمسين دولار على المرأة ويأخذ خمسة وثلاثين دولار عن كل طفل من أطفال هذه السيدة سيدة فيان فقط لأن هناك نقطتين أيضا أريد الحديث معك فيها إذا ممكن أن نختصر أيضا نظر نديق الوقت نقطة القبل الأخيرة هو أن بعض من المقاتلين الأجانب الذين تم القبض عليهم نكروا أن لهم أي علاقة بالسبي أحيانا أيضا ينكرون حتى العلم بالموضوع عندما كانوا مع داعش برأيك هل هذا الأمر وارد أم أن كل من كان على أرض المنطقة التي احتلها داعش كان على علم بالموضوع أنا باعتقادي كل من كان على أرض ويأمل مع داعش كان لديه علم بهذا الشيء ووثائقكم تثبت هذا الشيء ثانيا هؤلاء المقاتلين أيضا حتى الأجانب كان لهم سبايا وكان يقومون بعملية السبي والخطف إذا كانوا يعلمون بهذا الشيء طيب سؤال أخير بحسب معلوماتك سيدة فيان هل لازال هناك سيدات إيزيديات بقبضة داعش الأعداد التي نتكلم عنها كم تقريبا وهل تم الكشف عن مصيرهن مع تحرير طبعا الأراضي الواسعة من احتلال داعش سواء في السورية أو في العراق نعم أنا ذكرت لك لحد الآن لدينا ثلاثة آلاف سيدة وطفل مجهولين مجهولين نعم مجهولين المكان ويعني نعتقد اعتقاد كبير جدا هم لا يزالون تحت قبضة داعش داعش عندما تتحرك في الأراضي حتى الأراضي المحررة تأخذ هؤلاء السبايا معها الأطفال تستخدمهم كدروع بشرية يعني نحن قبل تقريبا أربعة أيام استطعنا تحرير طفل عمره 11 عاما قال في إفادته أنه كان يدربونه الدواعش حتى يقوم بمقاتلة أو يزجونه في الحروب وذكر أنه هناك 120 طفل إيزيدي معه كانوا يتدربون في سوريا للحرب لمقاتلة الأطراف الأخرى على الحدود العراقية السورية شكرا لك على هذه المداخلة معنا سيدة فيان داخيل عضو في مجلس النواب العراقي من أربيل كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل نائبة الإيزيدية شكرا لك